فالرب حتى من خلال هذا الموضوع هو أعلن عن ذاته عشان الإنسان ما يعيشش فيه جهل وما يكونش خايف من المجهول عن هوية الله فالله عبر عن طبيعته في الكتاب المقدس في الكلمة وكان يتواصل من خلال الأنبياء لكن أخيرا جاء من خلال يسوع المسيح حتى يحررنا من الخوف أحكي عن واحد أعرفه كنا في رحلة زمان سنة 80 وبعدين رجعينا الرحلة دهس طفل عنده كم شهر أو سنة دهسه بالسيارة أنا كنت في سيارة ورمينه مع آخرين أنا بصيت لقيت طفل مدهوس معرفتناش طبع من هو مشينا بس الناس جاء بتصوت لقيتنا ولد مهروس بالسيارة وبعد ما وصلنا بكام يوم شهر اتنين اكتشفت أن واحد زميل لنا هو اللي داس بسيارته الطفل ده وبعدين كان في حالة رعب لأنه هو ما موقفش وحد خد رقم وعمله قضية وكان عرف يثبت أنه ما كانش موجود في المكان ده فتلع براء يعني لكن اللي خد الرقم أخده خطأ بس كان عنده شعور بالخوف أنه هيقابل ربنا ويعقبه أشد العقاب فكان ممكن يشرب السجارة والسجارة تحرق صباعه ويفوق من لسعة السجارة مش مركز لأنه دماغه كلها شاردة عنده شعور بأن هواجه ربنا ده مش هيعدها لي يوم يسود لما قابله فمرعوب هل الله كان يعرف حالة الناس على فكرة كل البشر عندهم نفس شعور بحاجات كتير عملناها كلنا كغنم ضلالنا ملنا كل واحد إلى طريقه لكن التمد اللي مفروض يدفعه دفع المسيح يقوله والرب وضع عليه اسم جميع المسيح دفع التمن فعايز يقولك أنا جيت عشان أصلحك لنفسي يحن الحبيب في جزيرة بطمس لما شاف المسيح وجاله في هيئة غير اللي متعود عليها بقول سقطت عند رجليه كميت ليه شكله مهيب وهو ديان مرعب وإيه عند رجليه المسيح مسكه وقال له ما تخافش حبي يطمنه يقول له ما تخافش يا يوحن أنا كنت ميت وأنا حي يعني أنا دفعت تمن عدم ما خافتك الإنسان اللي بيخاف المسيح بيقولك هو مات عشان يدي لك حياة ويدي لك سلام ما تقلقش بس تعالى به إلى الآب صالحنا لنفسه بنفسه جاء عشان يدينا سلام ويدينا صلح المسيح بيدينا تبرير من الشعور بالزم يعني أنا عندي شعور بالزم المسيح حالجني أنا عندي شعور بأن أنا مرفوض المسيح أعظم حبيب أنا عندي شعور بأن أنا عندي نقص الله مش هيقبلني الله قال لي أنا أبوك وقابلك بقول كده إن الله ما بيفجأش بحالتنا يذكروا أننا تراب تراب نحن ما يجيش يقول لك يا أسيس نظار أنا كنت فاكرك خادم كبير كده يصدر منك لا لا يا أسيس مجد عيب ما يفاجأش بحالتي هو عارف فلو أنا وقعت ولو أنا غلط يجي يمسكني أنا أبوك وعارفك وقبلتك على كده ويشجعك الله نزع مننا الخوف عشان كده بيقول نتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه وهو ده اللي عمل المسيح اشتركوا في القناة